برعاية من وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع نادي المبدع الشاب احتضنت محافظة قلقي ليلقاء المبدعين الشباب الثالث لقاء حمل العديد من الأهداف أبرزها مساعدة المبدع الفلسطيني في إخراج ما لديه من إبداع رسالتنا هي دائما أن نكون مع الشباب المبدعين لكي يزداد إبداعهم ولكي يعلموا بأننا معا واجبنا أن نبدأ الجهود ونعتقد أنه سنصل إلى نتائج الجهود مئة بالمئة والنتائج تتوقف عليهم وعلينا وعلى الجميع وعلى الظروف المحيطة ستكون له مخرجات ستعود بالأثر الإيجابي على محافظة قلقي ليلقاء محافظة قلقي ليلقاء تعاني الكثير وهذا يتطلب من كل الوزارات أن تضع كل جهدها في سبيل الرقي بهذه المحافظة المشاركون الذين تنوعت أعمارهم ومجالات إبداعهم انعكس هذا اللقاء بشكل إيجابي عليهم وبخاصة لما فيه من تبادل للخبرات ومناقشة العديد من الأعمال الأدبية في محاولة لإثراء المعرفة لديهم شوق الشمس هو إلنا طبعا هو بيفتح أمامنا المجال وبشجعنا إلنا نستمر في أعمالنا الكتابية وأعمالنا الأدبية طبعا هذا حافظ إلنا أكيد للمستقبل عشان يفتح أمامنا مجال أكبر للإبداع والتأليف والكتابة لجنة لتقييم الإبداعات ستكون حاضرة هنا لمساعدة المشاركين في تخطي ما يواجههم من صعاب في طريق إبداعهم لقاء يضع المبدعون خلاله أوراقهم على الطاولة في محاولة لأخذ فرصهم والارتقاء بواقعهم في المجالات الثقافية كافة أحمد شاور تلفزيون فلسطين قلقيليا